بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحضوري الكريم تسعى الدولة المصرية جاهدة بتوجهات من السيد رئيس الجمهورية إلى رقمنة الخدمات التي يقدمها الجهاز الإداري للدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وضمان سرعة وجودة تلك الخدمات ودعم خطة التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة تبقى لأحدث المعايير العالمية ونحن اليوم أمام أحد المشروعات القومية التي طالما احتاجت إليها الدولة لتحسين خدمات الطوارئ المقدمة للمواطنين وهو الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والتي تعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وتساهم في توفير كافة البيانات والمعلومات لمتخز القرار وتحقيق سرعة رد الفعل أثناء الحالات الطريقة بالإضافة إلى متابعة معدلات المشروعات التنموية في كافة أنحاء البلاد وتسخير الوسائل التكنولوجية الحديثة لدعم استراتيجية مصر الرقمية وتنفيذ رؤية مصر 2030 وفي هذا الصدد أود أن أشير إلى الجهود التي قامت وزارة التنمية المحلية بها تم المشاركة في إعداد الدراسة المبدئية للشبكة الوطنية تبقى لتوجهات سيادتكم وذلك بالتعاون مع المختصين من الجهات المعنية بتطوير البنية التحتية للاتصالات ووضع مقترح الحل الفني لتنفيذ الشبكة الوطنية للطوارئ والسلام تم الاشتراك في كافة البيانات العملية التي تمت في إطار اختبار الحل الفني وكذلك الزيارات الميدانية المنفذة للعديد من الوزارات والمحافظات وغرف العمليات المختلفة تم القيام بالتنسيقات وتزديل المصاعب بتسهيل الأعمال الخاصة بتركيبات مواقع الشبكة الوطنية بالمحافظات والمنشآت التابعة لها لتنفيذ توجهات سيادتكم بسرعة إنشاء الشبكة على مرحلة واحدة وخلال 24 شهر كما قامت الوزارة كذلك باستضافة عدة اجتماعات لمسؤول المحافظات لتوضيح الغرض من الشبكة والخدمات التي تقدمها وكيفية تحديد المطالب الفنية من الشبكة شاملة النطاقات التغطية والخدمات وتطوير غرف العمليات والأنظمة والتطبيقات التنسيق مع المحافظات لحصر وتجميع بيانات وإحداثيات المباني والأراضي التابعة لها والتي يمكن استخدامها لأغراض تخدم الشبكة من أبراج وأجهزة إرسال واستئبال ومحطات تقوية بجانب تنفيذ المعاينات بالتعاون مع مسؤول الشبكة الوطنية والتصديق على إنشاء المواقع تبقى للأماكن المطلوبة وإصدار التصريح اللزمة وتوفير مصدر طيار كهربي دائم بالمواقع كما تم التنسيق مع إدارة الإشارة على توريد مجموعة من الأجهزة لتنفيذ الحلول الفنية والتطبيقات اللزمة لتحسين دورة العمل المميكنة في إطار التحول الرقمي الآمن من خلال توقيع بروتوكول بين الوزارة وإدارة الإشارة كما تم الاتفاق على إتاحة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لتأهيل وتدريب عناصر تشغيل مراكز سيطارة الشبكة بالمحافظات ونشر ثقافة الوعي بالمخاطر والطوارئ تبقى للمقيس والمعايير العالمية في هذا الشأن بمدربين من إدارة الإشارة وخبراء متخصصين في الأمن السيبراني وإدارة المخاطر ويتم حاليا تجهيز الغرفة الرئيسية لإدارة الطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة وفي إطار تنفيذ توجهات سيادتكم بإجراء تجارب استرشادية للشبكة الوطنية بمحافظات المرحلة الأولى لأقليم القناة فقد تم بنجاح تنفيذ التجارب بمشاركة كافة الجهات المعنية من خلال تلقي بلاغات المواطنين والاستجابة لها بغرف العمليات التخصصية وإدارتها بمركز السيطرة الموحب بالمحافظات حيث جرى خلال أبرز الأنظمة والتطبيقات التي وفرتها الشبكة الوطنية لصالح الجهات الحكومية وتم تنفيذ تكامل الدائرة الصحية بين هيئة الإسعاف والهيئة العامة للرعاية الصحية والربط اللحظي والآلي بينهم والذي يضمن وصول المصابين إلى المستشفى المختصة في أقل زمن ممكن ومتبعة كافة الوظائف الحيوى لهم من داخل عربة الإسعاف وفي هذا السياق تم تنفيذ الربط بمنظومات البترول والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي والموارد المائية والري والمنظومة الجيو مكانية بمحافظتين إسماعيلية وبورسعيد كمرحلة أولى لتحقيق الاستجابة ورد الفعل أثناء الطوارئ والحوادث والسيطرة اللحظية على العناصر الميدانية واستعراض المنظومات المتاحة بالجهات الحكومية المعنية وتكاملها من الشبكة الوطنية لتحقيق أقصى استفادة منها ومحاكاة إدارة مجموعة من الحوادث بمحافظات إقليم القناة بالإضافة إلى محافظة الأكسر في توقيت متزامن ومتابعتها من مركز السيطرة الإقليمي بالإسماعيلية فخامت الرئيس السادة الحضور وفي إطار تعميم مراكز السيطرة على باقي محافظات الجمهورية قامت الوزارة بمشاركة فريق العمل المكلف بتنفيذ زيارات ميدانية وعقد مؤتمرات بالمحافظات لتحديد المطالب اللزمة لإنشاء مراكز السيطرة الموحدة للشبكة بالمحافظات وتسليم التصميمات لعدد 15 محافظة جاري تنفيذهم ووضع مخطط زمني للإنتهاء من الأعمال الإنشائية لتلك المراكز حيث بدأت بعض المحافظات بالفعل في إنشاء تلك المراكز وهنا تقدر الإشارة إلى أن استكمال إنشاء وتجهيز مراكز السيطرة الموحدة السابتة والمتحركة بالمحافظات وتجهيز غرف العمليات التخصصية للجهات المعنية وكذا تجهيز العناصر والأتقم الميدانية بمعدات وأجهزة الشبكة يحقق الهدف الأسما للشبكة وهو حوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين وقياس أداء الإدارات المحلية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين وختاما فخامة الرئيس نعاهد الله وسيادتكم ببازل الجهد مع قوتنا المسلحة بسرعة الانتهاء من كافة إجراءات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة كما نعاهد الله وسيادتكم وشعبنا العظيم أن نعمل جميعا من أجل تحقيق حياة كريمة لشعب مصر العظيم تحت قيادتكم الحكيمة حفزكم الله والسلام عليكم ورحمة الله